شفتوا بأن تببون هذا دار مع لوبوان كما قلنا مجلة لوبوان وبعثين كامال داود ومدي وكل الأمر مكتوب مسجل ما فيه لا حوار لهم يحزنون لنقاش وكلها أسئلة كما يحب لكن السؤال بسيط وفي بحث صغير من هو مالك لوبوان؟ من هو مالك لوبوان؟ نرى أن مالك لوبوان هذا ويدعى فرانسوى Pino عمره الآن 85 سنة كان من القتل المجرمين في حرب الجزائر باعترافه في 1991 دار حوار مع جورنال يسمى الجورنال الدمانش يقول فيه كالتالي لديه كالتالي لديه كالتالي لديه كالتالي في 5 أو 6 متر ما زال أمامي أو يتراعلي وجه الشخص الذي لا أعرف كيف نترجم كالتالي لديه كالتالي ليس حتى ليس حتى ليس حتى تردسي أو أصاصيني أو ليكيدي أو أباطي أو لا نقتله طبعا كتبرير هذا سيكون إراديا هذا مالك ويعتبر اليوم هو السادس ثروة في فرنسا من أغنى أغنية فرنسا من أغنى أغنية العالم رقم 6 في الثروات في فرنسا إذا تبون ليزعم هو وجنيرالاته أنهم ورثت الثورة وشينغريحة كل يوم يخطب على الجنود والضباط اللي خلوهم ينتظروا في الساعات ويجيوا يقول لهم إحنا ورثة وسلية جيش التحرير يجيبوا ما يسمى بالرئيس يدير حوار كي يدير حوار؟ يديروا مع الفرنسيس كما يدير مع فرنسفاندكات ليلة خمسة جويليا في 2020 يوم ربعة جويليا اختاروا له ربعة جويليا لكي يدير مع فرنسفاندكات وبالفرنساوية هذه الباديسية والنوبمبرية زاد يدير معالي بوان لمالكها قاتل وراح يسيطون جارجي فولونتير مو مدوش للعسكر هو راح باش يقتل الجزائريين وظل يفعل ما بين ستة وخمسين وثمين وخمسين ثلاثين شهر سنتين ونص هو يقتل الجزائري حتى أعطوه ميداي حتى أعطوه ميداي انتع القتل لأنه كان يدافع على الجزائر الفرنسية أن الجزائر تبقى فرنسية هذا هو اللي اختاروا تبون ومستشاره الإعلاميين وعصابة الجنرالات باش يديروا معاه حوار مطول لما يسمى بالرئيس تبون كل يوم تتكشف فضائحهم ومهزلهم وفشلهم وردأتهم والحقيقة أن الحوار أساساً كانت فيه فكرة أساسية وهو يمرر فكرة أننا كما قال هو لن نترك شمال مالي للرهابيين بمعنى أننا راحين دافعوا لأن الفرنسيس راموا ينسحبوا بشوية ولعلكم سمعت أمس أن الفرنسيين قالوا أوقفوا تعاونهم مع العسكريين الجدد في مالي اللي قاموا منقلاب قبل خمسة أيام أو أسبوع وهذا من بين الأسباب فالحقيقة هو تمرير أن الفرنسيس عندهم خلافات مع هؤلاء باش النظام الجزائري يروح يروح كبدائل يبعثوا جيشنا وجنودنا باش يقاتلوا من أجل استعمار فالحقيقة نعود أن نرجع دائما لذلك الاعتراف الرهيب منتاع الجنرال علي بن قدا اللي حدثتكم عليه أمس وهو كما قال نيكلابو هذا الجنرال المخابرات قال له احنا احنا آخر الأقدام السوداء احنا آخر الكولون في هذه البلاد فعاونون المتاعبونس المتاعبونس